هكذا ترك اعصار تيج اثاره في جزيرة سقطرة اضرار كثيرة خلفتها العاصفة المدارية تيج التي بدأت يوم السبت الماضي ولتزال مستمرة على المهرة والمناطق الشرقية من البلاد في مدينة حديبو نزحت عشرات الاسار من حي 14 اكتوبر الى بعض المدارس ومراكز الايوة اضافة الى ملحقته اثار الاعصار من اضرار في بعض المنازل والطرق وتدمير سفينتين في الميناء كما ادت الرياح الشديدة الى اقتلاع اعداد كبيرة من اشجار النخيل ونفوق الماشية اما في المهرة التي لا تزال في قلب الاعصار فالوضع يبدو اكثر سوءا في الغيظة ونشطون وحصوين والمناطق القريبة من ساحل ضبوات مع اشتداد الامطار الغزيرة والرياح التي تشهدها المحافظة وتحاصر سيول الامطار عشرات الاسر في منطقة شحوح بالقرب من وادي الجزع في مديرية الغيظة الهلال الاحمر اليمني في المحافظة يقول ان ثمانمائة وثلاثين اسرة نزحت من المناطق المنخفضة في المديريات وهذه ليست المرة الاولى التي يضرب فيها اعصار المهرة فقد سبق ان تعرضت لاعصار لبان في اكتوبر من العام الفين وثمانية عشر ومن قبله ميج واتشابالة لكن المختلفة هذه المرة تواجد رئيس مجلس القيادة في المحافظة بالتزامن مع الاعصار وعقده لقاءات مع السلطات المحلية وتوجيهاته برفع الجاهزية وتوفير الاعتماد المالي لفرق الطوارئ لمواجهة اثار الاعصار فهل ستخفف هذه الاستعدادات من اثار تيج ام انها لن تختلف عن سابقاتها من المرات؟